السياحة في سيشيل تعكس أمواجها الرقيقة أضواء الشمس المتلألئة تحتضن شواطئها البيضاء الرمال الناعمة والصخور الشامخة في أعماق البحر تخفي سيشيل كنوزها بين الشعب المرجانية الرائعة والأسماك الملونة التي تسبح بسعادة في خلفك يطل الجبل الأخضر حيث الأشجار العالية والأزهار الملونة والطيور المغردة في هذا الفيديو سنتعرف على أولاً أجمل خمسة وجهات سياحية تستحق الزيارة ثانياً أهم ستة معلومات لتخطط لرحلتك مثل الفنادق المطاعم التقص وغيرها أولاً أجمل الوجهات واحد ما هي؟ واحدة من أكثر الوجهات السياحية جاذبية على مستوى العالم الشواطئ الرملية البيضاء الناصعة هي من أبرز ما يميز الجزيرة تتصف هذه الشواطئ بمياهها الزرقاء الصافية التي تمتزج مع الأفق لتخلق منظراً ساحراً ولا يقتصر الجمال في ما هي على الشواطئ فحسب فالجزيرة تتمتع أيضاً بغابات استوائية خضراء تمتد لتغطي معظم أراضيها تعج هذه الغابات بالنباتات الغانية والأشجار العالية وهي موطن للعديد من الحيوانات والطيور النادرة ما هي بكل جمالها وسحرها تعد خياراً رائعاً لكل من يبحث عن الراحة والسكينة بعيداً عن سخب الحياة جزيرة مثالية للمسافرين الباحثين عن الهدوء والاسترخاء تعد الجزيرة ملاذاً مثالياً لهؤلاء الذين أرغبون في الابتعاد عن سخب الحياة اليومية والغوص في حضن الطبيعة الخلابة توفر الجزيرة بيئة مليئة بالسكينة والهدوء يلتقي المناخ الاستوائي الدافئ مع التضاريس الخضراء الغنية ليجعل الجزيرة واحة من الحياة النباتية المثيرة الأشجار العالية والنباتات الخضراء التي تغطي أغلب الجزيرة كألمسات تتلألأ تتنثر الشواطئ الرملية النعيمة على طول حواف الجزيرة تحدها المياه الزرقاء الشفافة التي تضيف لمسة سحرية للمناظر الطبيعية الجذابة تعكس الشواطئ سحر المحيط وتوفر الكثير من الفرص للاستمتاع بالرياضات المائية وأوقات الاسترخاء تقدم الجبال الشاهقة في الجزيرة ميزة فريدة من نوعها ترتفع هذه الجبال فوق الأفق وتشكل خلفية رائعة للمناظر الطبيعية وتوفر مناظر خلابة تستحق لاستمتاع بها ادعونا بلايك إذا وجدت في الفيديو ما يفيدك في تلك الجزيرة المبهرة تتألق الطبيعة بألوانها الخلابة تبهرك مناظرها بين الشواطئ البكر ذات الرمال البيضاء الناصعة والأشجار الكثيفة التي تحيط بها مع تلال خضراء تغطيها أشجار ونباتات استوائية تطفي على الجزيرة نغمة الحياة البكر مع أن حجمها ليس كبيراً إلا أن الجزيرة تنبض بالحياة تحتضن تجربة فريدة لكل زائر يطأ قدمه أرضها شعاب مرجانية ملونة تذخر بأنواع مختلفة من الأسماك والنباتات البحرية تغوص في أعماق المحيط لتكون لوحة فنية غنية بالألوان تحت الماء ستجد في تاكا ماكا في سيشل الكثير من الغابات الاستوائية يعيش فيها أنواع متنوعة من الطيور النادرة التجول في القرى المحلية والتفاعل مع أهل الجزيرة من الأنشطة الجميلة وخاصة إذا جربت الأطعمة المحلية وأكل الشارع كما يمكنك شراء المنتجات والحرف اليدوية التي تحكي قصص الأجداد جزيرة براسلين التي تعتبر واحدة من الأحجار الكريمة في تاج الجمال الذي يتكون من مجموعة جزر سيشل تتسم بجاذبية خاصة تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم تقع هذه الجزيرة الخلابة في قلب المحيط الهندي وتتميز بشواطئها البكر التي تتألق برمالها الناعمة والبيضاء كالثلج ومياهها الزرقاء الفاتحة التي تتلألأ تحت أشعة الشمس الذهبية تتسم الغابات الاستوائية الكثيفة في براسلين بتنوعها البيولوجي الرائع حيث تضم مجموعة متنوعة من النباتات والحيوانات التي لا توجد في أي مكان آخر على الأرض تعد براسلين أيضا ملاذا لعشاق الغوص والسباحة بالشعاب المرجانية وذلك بفضل الشعاب المرجانية الرائعة التي تغطي قاع البحر حول الجزيرة الأسماك الملونة والمتنوعة تسبح في هذه البيئة البحرية الغنية مما يضفي على الغوص تجربة مدهشة لا تنسى 5- لادييغو السياحة في جزر سيشل وبالأخص في لادييغو تعتبر من أروع التجارب السفر خاصة لمحب الغوص والتنزه في قاع البحر تتميز جزيرة لادييغو بمياهها الزرقاء الصافية والشعاب المرجانية الرائعة التي تحتضن تشكيلات مدهشة من الأحياء البحرية الملونة عند غوصك في أعماق البحر ستجد نفسك في عالم آخر يعج بالحياة والألوان الشعاب المرجانية في لادييغو مليئة بأنواع متعددة من الأسماك التي تجوب حولك بحرية وودية يمكنك الاستمتاع برؤية الأسماك المدهشة والمرجان الملون بينما تغوص في مياه البحر الدافئة والنقية وإلى جانب الغوص جزيرة لادييغو تقدم فرصة فريدة للسباحة في مياه البحر الجميلة والهدئة يمكنك الاسترخاء تحت أشعة الشمس الدافئة بعد السباحة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة التي تحيط بك من كل جانب شارك الفيديو مع من ستسافر إلى سيشل معه ثانياً أهم المعلومات عن سيشل واحد ما هو متوسط أسعار مطاعم سيشل متوسط سعر المطاعم المحلية في سيشل يتراوح بين 10 إلى 20 دولار المطاعم السريعة بين 5 إلى 10 دولارات أما بالنسبة للمطاعم الفاخرة في سيشل فقد يتجاوز السعر 50 دولار للشخص الواحد اثنان ما هو تقص سيشل يتميز تقص سيشل بالاستقرار والرطوبة العالية طوال العام تتراوح درجات الحرارة في الصيف بين 24 إلى 32 درجة مئوية وفي الشتاء بين 23 إلى 29 درجة مئوية ثلاثة ما هو أفضل وقت للسفر إلى سيشل يعتبر فصل الصيف بين مايو ونوفمبر هو أفضل وقت للسفر إلى سيشل حيث تكون درجات الحرارة معتدلة والأمطار قليلة أربعة ما هو متوسط أسعار فنادق سيشل بشكل عام تبدأ أسعار الفنادق الثلاثة نجوم في سيشل من 90 دولار الأربعة نجوم من 130 دولار فنادق السيشل الخمس نجوم تبدأ من 200 دولار خمسة كم يوما كافيا للسياحة في سيشل يعتمد عدد أيام السفر المناسبة للسيشل على البرنامج السياحي والأنشطة التي أرغب السائح في القيام بها ولكن في المتوسط يمكن الاستمتاع بالسيشل بين خمسة إلى سبعة أيام ستة هل السياحة في سيشل غالية؟ نعم تعتبر السياحة في سيشل غالية ومتوسط المصارف اليومية في سيشل يتراوح بين 150 إلى 200 دولار لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد